بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاعة الدنيا جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج التريند حالة بالتأكيد عن تابع فيها آخر المستجداد والترتيبات النهائية الخاصة باستعدادات الأهلي للقاء العودة لقاء الإياب في نهاء دور أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل في المغرب لقاء الإياب بين الأهلي والوداد الرياضي المغربي بالتأكيد بدأنا منذ الأمس في الحديث عن لقاء العودة وكان عنوان حلقة الأمس التفاؤل والدعم والمسندة من أجل التحذير الجيد للقاء العودة نسيان كل ما حدث في الفترة السابقة والدروس المستفادة من النهايات الماضية للتركيز أكتر في نهاء دور أبطال إفريقيا المقبل الأهلي يذهب إلى المغرب وهو فائز ومنتصر بنتيجة هدفين مقابل هدف وأمامه فرصة كبيرة جدا للفوز أيضا إيابا والعودة بالكأس والأميرة السمراء بإذن الله تزين قلعة البطولات في مقر النادي الأهلي بالجزيرة خلال الفترة اللي جاية حلقة النهاردة فيها كواليس وتفاصيل وآخر الأخبار وكمان هنتكلم على موضوعات مهمة جدا لأن احنا دورنا الإعلامي قبل ما تكون حتى مشجعين إزاي نقدر نهيئ الأجواء لإقامة لقاء نهائي بشكل مميز جدا وكمان العلاقات القوية التي تربط الأهلي بالأشقاء في المغرب مهم جدا نتكلم عليها في ظل أن البعض بيحاول يعمل فتنة ويصير أزمات خلال الفترة اللي جاية رغم العلاقات الجيدة للنادي الأهلي مع كل المسؤولين في المملكة المغربية وبإذن الله نهاية إفريقيا عن كويقة هيكون كارنفال على مركب محمد الخامس في كازابلانكا يوم الأحد المقبل لكن أبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة مش لحلقة التلات بس السؤال ده مستمر معانا لغاية بقرة والغاية معات صفر الفريق بإذن الله يوم الخميس لأن إن شاء الله تقرر رسميا صفر الفريق يوم الخميس المقبل سؤال حلقة النهاردة والحلقات اللي جاية هيكون في إطار الرسالة إيه هي الرسالة اللي توجهها للعيبة الأهلي والجهاز الفني قبل الصفر للمغرب لملاقات الوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحات القناة على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من رسائلكم وخليكوا دايما معنا في الإجابة على هذا السؤال والرسائل مستمرة حلقة التلات حلقة الأربع لغاية معات صفر الفريق بإذن الله وحتى ليلة المباراة يوم السبت اللي جاي هنتكلم بتفاصيل أكتر ورسائل تكون محتاجينها للعيبة والجهاز إن شاء الله خلال الفترة اللي جاي شاركوا معنا وهنستعرض أكبر قدر من رسائلكم بإذن الله في نهاية الحلقة لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي حسام غالي رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب وكمان الخطيب يرافق بعثة الأهلي في المغرب وفي الترند العالمي بنزيمة يودع ريال مدريد بقالي كده فترة عمالها أخبار كتيرة جداً عن موضوع ريال مدريد لعيبة بتمشي لعيبة بتعتزل يبدو أن احنا راحين على عصر جديد لجيل جديد مع ريال مدريد خلال الفترة اللي جاي في الظل طبعاً خسارة الدوري وخسارة الدوري أبطال أوروبا فيبدو أن فلورنتينو بيريس بيحاول يحضر لموسم جديد ولكن أتوقع أن معظم الراحلين على الريال أكيد هيكونوا موجودين في الدوري الصعودي خلال الفترة اللي جاي طب استعراض مباريات اليوم في الدوري المصر والنهاردة استكمال مباريات الجولة الثلاثين من عمر مباريات الدوري العام الساعة سبعة الدخلية يصديف حرس الحدود وهي مباراة نقدر نقول في إطار كل فريق بيحاول ينقذ نفسه من فكرة الهبوط إلى الدرجة الأدنى ساعة سبعة أيضاً في نفس التوقيت فرقه بيصديف بيرامدز وبييرامدز بيحارب بشكل كبير على الاحتفاظ بمقعد المركز الثاني لضمان المشاركة في دوري أبطال إفريقيا تسعة ونص لقاء مهم أيضاً لفيتشر أمام أمبي في ختام مباريات جولة اليوم طب دي مباريات اليوم وعنوين حلقة النهاردة لكن كنا اتكلمنا في حلقة أول أمس وقلنا إنباريح الاثنين هيكون في العزاء الخاص بوالد الكابتن إسلام الشاطر بالأمس العزاء كان في مسجد الحمدية الشازلية في القاهرة بعد ما تم مراسم العزاء يوم السبت الماضي في الأسكندرية في مسجد القائد إبراهيم بالأمس كان فيه لفيف كبير جداً من الرياضيين والحضور لمشاركة الكابتن إسلام الشاطر في العزاء وتعزيته في وفاة والده عزاء المرحوم الأستاذ محمود الشاطر والد الكابتن إسلام الشاطر ألف رحمة ونور عليه قدامكم طبعاً على الشاشة الكابتن أحمد شبير كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي والحارس التاريخي للنادي الأهلي والمقدم البرامج الرياضي والإعلامي الكبير كان موجود مبارح يمكن حتى كمان المشجعين رضا رضا لقدامنا ده أحد مشجعي الأهلي الكبار جداً جي من محافظة مرسى مطروح لتعزيت الكابتن إسلام الشاطر في مسجد الحمدية الشازلية وخالص التعازي للكابتن إسلام ولأسرة الكابتن إسلام على وفاة الوالد ربنا يرحمه يتغمده بواسر رحمته الأستاذ زاسيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات وبريزنتيشن وبالتأكيد حضور مهم جداً للعديد من الرياضيين خالص التعازي للكابتن إسلام الشاطر ولأسرة الكابتن إسلام بالتأكيد وربنا يرحمه وفي نفس الوقت كمان ربنا يجعلها آخر الأحزان بإذن الله دي كانت مقدمة مهمة النهاردة من برنامج التريند نخرج إلى فاصل لأن بعد الفاصل هتكلم في أربع موضوعات مهمة جداً وهتكلم في تفاصيل مهمة متعلقة بلقاء العودة لدور أبطال إفريقيا الأهلي والوداد قبل سفر الفريق يوم الخميس والحالة اللي البعض بيحاول يصنحها عشان يعمل أزمة قبل موعد اللقاء ولكن الأشقاء في المغرب واخدين بالهم كويس جداً من الكلام اللي بيتقال دا وإحنا كمان هنأكد على فكرة أن ما فيش حد هيقدر يعقر صفو العلاقات با بين الأهلي والأشقاء في المغرب خلال الفترة الجاية وهتكلم كمان على مفاجأة متعلقة بإرسال أسماء الأندية للبطالات الإفريقية كلام كتير كان بيتقال إن فيه معاد محدد ولكن النهاردة هننفرد بتفاصيل مهمة عن فكرة إرسال أسماء الأندية للمشاركة في البطالات الإفريقية وهنتكلم كمان عن كواليس زيارة الكابتن محمود الخطيب لتدريب الأمس وكلام مهم إن شاء الله عن الفترة اللي جاية كل دا ولكن بعد الفصل طيب هنتكلم على مباراة العودة النهاردة بنتكلم في يوم الثلاث فبالضبط بنتكلم في أربع خمس أيام قبل موعد المباراة هو خلاص مسرح المباراة العودة والتتويق بالبطولة يكون في مراكب محمد الخامس يوم الأحد المقبل بإذن الله المباراة من تنظيم الاتحاد الإفريقي إن شاء الله تم الإجراء كل الترتيبات الخاصة بالمباراة النهائية وعدد كبير جدا من مسؤول الاتحاد الإفريقي بدأوا في التوافد إلى المغرب والسفر منذ صباح اليوم وخلال الـ 48 ساعة المقبلة لأن الأكيد هيكون احتفالية كبيرة جدا لختام مسابقة كانت على المستوى الفني قوية وكبيرة جدا وبتقارن نهائي للعام التاني على التوالي ما بين أكبر فريقين في منطقة شمال إفريقيا سواء الأهلي المصري أو حتى الوداد الرياضي المغربي طيب منذ قليل يمكن النادي الأهلي أعلن أن الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي هيكون رئيسا لبأسة فريق النادي الأهلي في المغرب قرر مجلس إدارة النادي تكليف الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة برئاسة تبعثة الفريق الأول لكورة القدم المتجهة إلى المغرب بعد غد الخميس لملاقات فريق الوداد جيمل أحد المقبل في إياب الدور النهائي لدور الأبطال ويعكف الكابتن حسام غالي حاليا على الاتمئنان على كافة الأمور الخاصة بسفر البعثة والعمل على توفير كافة سبل الراحة للجهاز الفن واللاعبين تغادر بعثة الأهلي القاهرة على متن طائرة خاصة وتعود في اليوم التالي للمباراة فرق إن شاء الله تصل يعني مساء يوم الخميس تتضرب يوم الجمعة لأحد الملاعب الفرعية في كازابلانكا ثم المران الرئيسي على ملعب المباراة يوم السبت والمباراة الأحد وتعود البعثة بإذن الله عقب نهاية المباراة ويا رب إن شاء الله يكون فيه كرسي محجوز لكأس دور أبطال إفريقيا بإذن الله عش الأهلي يرجع بالبطولة الغالية اللي خسرناها العام الماضي لكن إن شاء الله بإذن الله يكون فيه أفضل تعويد خلال العام الحالي بإذن الله لعله وعسى يكون يعني ربنا سبحانه وتعالى عايش يعني إشايل الخير للأهلي أكتر إن نهاء العام الماضي خسرته قدام الوداد في المغرب السنادي يكون تعويد ليك وتكسب البطولة في المغرب طيب خبر تاني مهم جدا الكابتن محمود الخطيب يرافق بحثة الأهلي إلى المغرب قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مرافقة بحثة الفريق الأول لكرة القدم المقرر سفرها إلى المغرب عصر الخميس لملاقات الوداد في مباراة الإياب والمحدد لها مساء الأحد المقبل يأتي سفر الكابتن محمود الخطيب لدعم اللاعبين وجهازهم الفني والتأكيد على الثقة الكاملة في قدرتهم على تحقيق نتيجة تضمن للأهلي استعادة كأس البطولة الإفريقية وكذلك إسعاد الجماهير إذن دي أخبار رسمية تم الإعلان عنها من قبل النادي الأهلي منذ قليل كابتن حسام غالي تبقى لقرار مجلس الإدارة هيكون رئيسا للبعثة والكابتن محمود الخطيب مرافق لبعثة فريق النادي الأهلي وبإذن الله إن شاء الله بإذن الله يكون فيه تتويج بالبطولة وزي ما الكابتن حسام غالي كان موجود في نهاية إفريقية 2012 وشال البطولة النهاردة هيكون موجود مع الفريق وهو رئيسا للبعثة بإذن الله ويكون معهم فيه لحظات التتويج بكأس البطولة ده النادي الأهلي دي مدرسة النادي الأهلي زي ما انتم شايفين قرار المجلس في المباراة النهية الكابتن حسام غالي والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي هيكون مع البعثة ومرافق لبعثة النادي الأهلي السلام على النظام والبروتوكول والترتيبات والإجراءات دي المدرسة اللي احنا كلنا نحب نتعلم منها لأن فيه نظام وفيه سيستم الكل بيشتغل عليه طيب ماران الأمس كان فيه زيارة مهمة جدا من الكابتن محمود الخطيب وكان حريص أن يكون مع اللاعبين في أول ماران عقب لقاء الزهاب زي ما انتم شايفين على الشاشة هذه اللقاطات الحصرية على شاشة قناة الأهلي والكابتن محمود الخطيب بيتكلم وبيوجه رسائل مهمة جدا للعيبة بدون الخطف التفاصيل لأنه أكيد الجلسات دي بيقى فيها تفاصيل مهمة يعني الأفضل عدم طرح كل الكلام في الإعلام ولكن النقطة الأبرز اللي احنا ممكن نتكلم عليها أن الكابتن محمود الخطيب قال لي لعبة الأهلي أنتوا الأفضل أنتم الأفضل أنتوا مبارح عملتوا مباراة كبيرة أنتوا هتسفروا المغرب عشان تكسبوا وترجعوا بالبطولة بإذن الله فدي رسالة مهمة جدا للدعم والثقة والمسندة بالنسبة للعيبة قبل لقاء العودة أنتوا عملتوا مباراة كبيرة وعملتوا مباراة فالنية لأعلى مستوى والكورة وارد فيها أن يدخل فيك هدف أو لسه يبقى فيه حسابات تانية في لقاء العودة ولكن أنتم عارفين كويس قوي أنتم أفضل فريف في إفريقيا وهتلعبوا على المكسب هناك وكلنا بندعمكم ووراكم في ظهركم وعندنا ثقة كبيرة جدا فيك وإن شاء الله في لقاء العودة بعد هذا اللقاء كابتن محمود الخطيب اتكلم بشكل منفرد مع مرسل كولر عشان بعض التفاصيل المتعلقة بالمباراة النهائية الترتيبات الخاصة بالمباراة النهائية وكل التفاصيل دي أكيد كمان بتتم من خلال الكابتن سير عبدالحافظ مدير الكورة والتنصيق هيكون كمان خلال الساعات اللي جاية مع الكابتن حسام غالي أهو لسه بتكلم معكم الكابتن حتى محمود الخطيب بيطمئن من الكابتن سيد على كل التفاصيل المتعلقة بالمران الجهاز الفني بالكامل قبل بداية المران توجه لتحية والاجتماع مع الكابتن محمود الخطيب قدامنا هو مرسل كولر المدير الفني والمترجم الخاص بالمدرب كابتن سيد طبعا موجود مدير الكورة باقي أفراد الجهاز المعاون كلهم موجودين أكيد مع الكابتن محمود الخطيب والحديث بشكل عام خلال الفترة الجاية إذن الكابتن محمود الخطيب اجتمع بالكابتن سيد بمفرده ثم اجتمع بمرسل كولر بمفرده ثم اجتمع مع الجهاز الفني والمعاون بالكامل ثم اجتمع مع اللاعبين في حضور الجهاز الفني أكيد في رسالة بيتم توجيهها للجميع وفي رسالة مهمة جدا تبقى للجهاز الفني فقط في رسالة مهمة جدا تبقى مع مارس الكولر فقط وفي رسالة مهمة جدا تبقى في حضور اللاعبين والجهاز الفني بالكامل خبرات كبيرة كابتل محمود الخطيب نجم مصر ونجم النادي الأهلي والفائز بجائزة أفضل لعب في إفريقيا وسحب التاريخ الطويل جدا في السنوات السابقة سواء في الملاعب أو حتى في مجلس الإدارة وعلى مدارات فترات طويلة جدا في خبرات تكونت على مدار هذا التاريخ فأكيد إن شاء الله كل هذه الخبرات تبقى في صالح الفريق إن شاء الله في لقاء العودة كابتل خطيب بخبراته الكابتل حسام غالي بخبراته الكابتل سان عبد الحافيز بخبراته الجهاز الفني كابتل سامي أمصان بخبراته لعبت النادي الأهلي بخبراتها كل دي أمور بإذن الله هتصب في مصلحة النادي الأهلي وأنا مبرح كنت بتكلم معاكم وبقول لكم حتى هو قدامكم على شاشة لقطات الكابتل الخطيب وبيحي على كل لعب والبداية من كابتل الفريق وهو جاي بيسلم عليه كابتل نرام الربيع وكل اللاعبين وبصوا على وجوه كل لعب بصوا على نظرات كل لعب بصوا على ثقة بعض اللاعبين وهما بيتكلموا حتى على لقاء العودة أنا مبرح اتكلمت وقلت فيه دعم كبير جدا وفيه مساندة كبيرة جدا وبلاش يا جماعة تاخدونا لتفاصيل تانية خارج الملعب صدقوني والله من مصلحة الأهلي التركيز على الملعب فقط مباراة اللي فاتت قصة الأخطاء التحكمية والكلام الكتيري بكيتم على السوشيال ميديا لا هيقدم ولا هيأخر الكورة فيها حاجات كتير لقاء العودة لسه في إيدك انت كسبان في القاهرة على فكرة اقولك على حاجة اعتبر اللي انت كنت خسرانه 1-0 وجدت في آخر 5 دقيقة جبت هدفين فالنتيجة في النهاية انتهت 2-1 ممكن البعض يكون زعلان اه ان الاهلي كان عامل مباراة كبيرة جدا وعمل مباراة فنية على الوداد على أعلى مستوى والوداد حتى لو سألتهم وانت بتتفرج على المباراة ايه أفضل نتيجة يعني تطلع بيها هيقولك لو خلص 2-0 كده كويس قوي فهما كانت مش مصدقين نفسهم انه حتى جابوا جون حتى في دقيقة 85 فدي نقطة نسأة ممكن تكون زعلانة ان احنا كنا ممكن نخلص الفاينال من القاهرة ولكن هي حلوة الكورة تعم البطولة هيجي لما ترجع من كذابلانكا بالبطولة حصل في تونس 2006 حصل في الكاميرون 2008 حصل في تونس ايضا كمان عام 2012 وعلى البطولات العربية حصلت نفس الامور الاهل رجع بأقتل من بطولة عربية من المغرب قبل كده في مشاركات في فترة التسعينات دي جزئية متعلقة بالفريق وبالزيارة واللقاطات الحصرية اللي احنا بنحب نعيشكوا فيها اول بول بخصوص الاستعداد للقاء العودة النهاردة على فكرة الفريق راح بقرة بإذن الله الاربع فيه تدريب الخميس تدريب صباحي ثم التوجه الى المطار حوالي ساعة اربعة العصر واستقلال الطائرة الخاصة للسفر الى المغرب الوصول مساء يوم الخميس تدريب الجمعة تدريب رئيسي على ملعب المباراة يوم السبت والمباراة بإذن الله يوم الاحد دي جانب مهم جدا او دي جزئية مهمة جدا كنت عايز اتكلم فيها في جزئية تانية مهمة جدا برضو عايز اتكلم فيها وبصراحة مش بتكلم فيها من تلقاء نفسي لا عارفين لما الاشقاء في المغرب يتواصلوا معنا ويكلمونا هو ليه بعض البرامج بتحول تعمل فتنة هو ليه البعض عايز يعمل ازمة تخيلوا الكلام ده جايلي من عدد من الزملاء في المغرب مستغربين انتو علاقتكم بينا كويسة جدا واحنا دايما بنسعد بوجود الاهلي وشفتوا انتو حتى على المستوى الجماهيري لما الاهلي كان بيال عن كاس عالم اندية التشجيع للنادي الاهلي كان عامل ازاي والحفاو كانت كبيرة ازاي ليه فيه ناس بتطلع في برامج بتحاول تأمل فتنة ما بيننا وبينكم انا على المستوى الشخصة بتقولوا والله انا يعني كل سنة بيحصل نفس الامر سوالي عيبنا في المغرب روحنا لعيبنا في تونس ما الكلام ده بيحصل من زمان بس المراضي الامر مختلف بالنسبة لي ليه لان انا شايف ان الوعي قبل ما يكون من بعض الناس هنا اللي المفروض الاهلي بيمسل مصر في نهاية دور أبطال إفريقيا لا الوعي جاية اكتر كمان من الناس في المغرب ومش عايزين ينصاقوا ورا الكلام اللي بيتقال هنا يعني الكلام اللي بيتقال هنا ممكن يسير الجماهير هناك ممكن يعمل حالة تعصب ولكن لما تقرأ وتجيلك تليفونات وتسمع قراء الزملاء في المغرب يقول لكم ما ليه بيعملوا كده احنا علاقتنا بيكم كويسة جدا ليه واحد يطلع يتكلم عن سحر وشعوزة ليه واحد يطلع يتكلم على ان الوداد ده فريق مش عارف فريق ايه والقالة هيكسبه بنتيجة مش عارف ايه ويحاول يعمل مشاكل ويكلم في أخطاء تحكمه ويقول أصلي فيه مؤامرات وا 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 ليه بيحاولوا يعملوا كده انا من خلال متابعاتي للفترات الاخيرة يبدو ان البعض مش هقول بيزعل بس هو بيفشل او الانتماء غالب عليه لدرجة انه هو شايف انه مش قادر ينجح فعايز يفشلك بس عشان يفشلك يعمل ايه يعمل لك مشكلة يعمل لك دوشة في بعض الاوقات الدوشة دي نجحت وفي بعض الاوقات اعلام بعض المنافسين خارج مصر استقبل الخزعبلات دي وبنى عليها موضوعات والاهل يتضرر من ده في بعض المباريات ولكن المرة دي تحديدا انا شايف وعي يكبير جدا يعني لما الناس في المغرب تتكلم معنا تقولك اللي بيتقال ده ايه الهدف منه لما يتقال سحر وش عوز ايه الهدف منه هم ليه عايزين يعملوا مشكلة بينه بيننا وبنى الاهلوية لان الناس لك بتتفرج وبتعرف تفلتر وعارفها الانتماءات كويس اوي عارفين الانتماءات كويس اوي فعارفين اللي بيتكلم ده غرضه ايه وعارفين اللي بيتكلم ده انتماءه ايه وعارفين اللي بيقول ده اصده ايه دي نقطة انا بجد بشكر فيها الاشقاء في المغرب على فكرة انهم فاهمين كويس اوي الهدف اللي بيخرج من بعض البرامج عشان يعمل مشكلة قبل موعد النهائي دي نقطة مهمة جدا النقطة التانية للبعض اللي هنا مش هقول على زملاء لان الزميل يتقال على حد يكون زميل مهنة زميل مهنة بالمعنى الأضاق لكن هتكلم على البعض اللي لعب كورة ومدرس ومش فاهم تدريب ولا فاهم إعلام وبيطلع على شاشات يتكلم على أمور من شأنها أن تسبب مشاكل لفريق مصري خارج بصر والبعض طالع بيتكلم في مناسبة لا تخصه لا تخصه وفي قضية أو موضوع ليس له شأن بها ليس له شأن بها لدرجة للبعض النهاردة في المغرب بيكلمني بيقول لي هو الطرف التاني بيعتذر عن إيه هو احنا كنا اشتكينا ولو قلنا في مشكلة هما بيعتذروا على إيه هما بيعتذروا بالنيابة عن مين هو الكلام ده بيتقال ليه المشاكل اللي البعض بيحاول يصدرها للأهل قبل الصفر هدفها إيه الأهل جي المغرب كذا مرة والناس في المغرب عارفة وفهمة كويس قوي والناس بتقدر قيمة ومكانة الأهل والعلاقات اللي بتجبع الكابتن محمود الخطيب بالأشقاء في المغرب في الفترات الأخيرة على أعلى مستوى وده شفتوه في كاس العالم للأندية ده شفتوه في كاس العالم للأندية والحالة الجميلة دي كانت نتيجة الحالة الرائعة اللي كانت موجودة في كاس العالم من تشجيع الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها للفرق أو للمنتخب المغربي في كاس العالم فبنبني على ده والرايحين اللي ده ييجي البعض بقى بعد لقاء الزهاب وبعض الأخطاء اللي ممكن إحنا ممكن ما نكونوش راضيين عنها والأشقاء هناك فاهمين إن ده ممكن يحصل في أي ملعب من الملاعب حد يبنى عليه وعايز يتقبره ويعمل عليه بلونة عشان تفرقع في وش مين أنا بقولهم على فكرة مهما قلته ومهما عملته الأشقاء في المغرب فاهمين جدا أهدافكم وعارفين جدا الرسالة اللي انتوا عايزين توصلوه وعارفين جدا انتماءاتكم وإن الرسالة اللي بتقولوها ليست رسالة إعلامية ولا رسالة مهنية وبالمناسبة اتقالت لجملة جميلة جدا يأتي الأهلي إلى المغرب وتلعب مباراة على أرض الميدان بنفس اللفظ كده لمدة 90 دقيقة يفوز الوداد مبروك يفوز الأهلي هنيئا له بالكاس ويعود للقاهرة بسلامة الله هي دي الكورة هي دي الرياضة دي الأجوال عايزين نهيئها لشكل نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب يوم الأحد المقبل بإذن الله أنا حضرته من أسبات كتير هناك والتقيت بناس كتير وليه أصدقاء وزملاء وعشة عمر وعيش وملحي كمان أكتر من كده بصراحة نادي الأهلي بيلقى هناك قبول واللقاء العودة هيكون كرنفال كبير جدا والبعض اللي بيحاولي يصدر أزمة صدقوني والله انتو بتحروا بنزين كتير عالفظي بحد سامعكو ولا بركز معاكو ومحدش بيتفاعل مع اللي بتقولوه فقولوا زي ما انتو عايزين ضيعوا وقت بدل ما انتو بتتكلموا عن الأمور تخص في رئيتكو أو الأمور تخص كنتو مفيش مشكلة كده كده الناس بتتسلى وبتتفرج والأمور كلها هتعدي وبإذن الله الأهلي يلعب في المغرب ويرجع بالكاس بإذن الله ونشوف مباراة فالنية على أعلى مستوى نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع عندي كلام مهم جدا عن فكرة متى سيتم إرسال أسماء الأندية للمشاركة في المسابقات الإفريقية اللي عندي فيها مفاجأة الناس كتير غير بتتكلم في موعيد تلاقي كلها موعيد غير صحيحة فاصل ثم نواصل أعلم بحضراتكم من جديد عند النهاردة موضوع مهم جدا متعلق بموعد إرسال أسماء الأندية للمشاركة في البطولات الإفريقية كلام كتير كان بتقالي الفترة الأخيرة أصل فيه جوابات اتبعت من الاتحاد الإفريقي أصل لازم تتبعت الأسماء قبل تلاتين ستة أصل الموسم في مصر لسه هيستمر لغاية نهاية سبعة أول أغسطس إيه اللي هيحصل بالزبط الفترة الجاية عايز عليكم النهاردة بالمناسبة قبل ما أدخل في التفاصيل كان فيه جلسة أو ورشة عمل لترخيص الأندية الاتحاد الإفريقي بعدما عمل جلسة العديد من الاتحادات في العديد من المناطق الجغرافية في القرى الإفريقية طلب من كل اتحاد أنه يقعد مع الأندية المعنية عشان يشرح لهم إجراءات الترخيص المتعلقة بالمشاركة في المصابقات الإفريقية انت عشان تشارك في بطولة إفريقيا لازم تكون نادي محترف عشان تاخد رخصة الأندية المحترف عشان تاخد الرخصة لازم يكون عندك خمس معايير معيار رياضي، معيار قانوني، معيار مالي، معيار إداري، معيار البنية التحتية البنية التحتية هي متعلقة بالإنشاءات اللي عندك ملعب التدريب، غرف القطاع الكورة، الجهاز الطبي، كل الأمور دي متعلقة بالبنية التحتية الخمس معايير دول لو اكتملوا بنسبة 100% تاخد رخص لنده المحترفة وتشارك في البطولات الإفريقية وقبل ده تشارك في الدوري الممتاز اللي انت بتلعب فيه أياً كانت مسمياته يطلع بقى دور المحترفين، يطلع الدور الممتاز حسب ما المسمى اللي انت بتسميه ولكن نهارده الورشة مستمرة في مقر الاتحاد الكورة بدأت الساعة 9 لغاية الساعة 3 محمد سيدات المسؤول عن إدارة الترخيص والأندية في الاتحاد الافريق النهارده موجود في الجلسة الافتاحية لورشة العمل وكان حتى الدكتور وليد العطار المدير التنفيذ الاتحاد الكورة كان طلع وصرح بالعديد من التصريحات المتعلقة بالرخصة والكلام اللي احنا عارفونه زي كل سنة لو عليك مستحقات وعليك مديونية مش هتشارك ومش هتاخد الرخصة إلا لما تسددها أو تعمل جدولة كل ده بيحصل كل سنة وفيه ناس بتسدد وفيه ناس بتجدول وفيه ناس بتقالها أن هي جدولت وما تعرفش هي جدولت وما جدولتش يعني نفس اللي بيحصل زي كل سنة ولكن السنة دي تحديداً الأمر مختلف طبقاً لقرار الاتحاد الافريقي ولكن خدوا بقى المفاجأة أولاً احنا النهاردة كم ستة؟ بنتكلم في تاريخ ستة يونيو عشرين تلاتة وعشرين يعني النهاردة ستة ستة الاتحاد الافريقي ادى مهلة حتى تلاتين ستة لاستكمال ملفات ترخيص الأندية يعني كل نادي كده يبدأ يحضر الورق بتاعه ابتداء من النهاردة لغاية يوم تلاتين ستة قبل ممتصف الليل عشان يقدم الملف بتاعه بالخمس معيلي اللي اتكلمت فيهم المعيار القانوني، المعيار المالي، المعيار الإداري، البنية التحتية، والمعيار المالي أو الرياضي دي الخمس معيلي جهزت الأوراق تمام هترسل الأوراق على سيستم اتعامل إلكتروني مش هتكتب ورقة كده وتخطها في دوسي أو تبعاتها في فاكس لا، اتعامل منصة على الكاف لأعلاقة ترخيص الأندية زي الإيميلاك كده، بتخش تخط عليها كل بياناتك وكل أوراقك والكاف بيقبلها أو بيرفضها حسب صحة الأوراق اللي عندك آخر معاد لإرسالها هذه الأوراق يوم تلاتين ستة طيب، ماذا لو جي يوم تلاتين ستة وما أرسلتش الأوراق بتاعتك؟ الاتحاد الأفريقية هيدرس كل حالة على حدة بمعنى أن مثلا نادي سين أرسل الأوراق منقوصة من بعض البيانات وعدها تلاتين ستة لو الاتحاد الأفريقية شايف اللي انت تعمت أنك تأخر هيستبعدك من المسابقة الإفريقية شايف اللي انت عندك ظروف استثنائية هيمدلك عدة أيام ولكن كل يوم تأخير في ميت دولار غرامة كل يوم تأخير في ميت دولار غرامة طيب، دي جزئية تانية الجزئية التالتة وهي متعلقة مثلا بموعد إرسال أسماء الأندية ودي بقى المفاجأة اللي أقول لكم عليه تلاتين ستة ملوش علاقة بموعد إرسال أسماء الأندية واللي اتحدت إفريقيا النهاردة في خطابه ألدى نصا قال إيه؟ نود أن نلفت انتباهكم إلا أن الموعد النهائي المحدد لإبلاغ قرارات ترخيص النادي إلى الكاف المحدد تلاتين يونيو مستقل عن الموعد النهائي المحدد للمشاركة وتسجيل أسماء الأندية وأسماء اللاعبين للمشاركة في مسابقتين دور الأبطال والكونفيدرالية إيه بالتالي تلاتين ستة ده ده ما عاد مستقل بإرسال أسماء بإرسال ملفات الترخيص إمتى يتم إرسال أسماء الأندية؟ لسه لم يتحدد حتى الآن الكاف لم يحدد موعد إرسال أسماء الأندية وأكد في خطابه النهاردة على هذا النص قال معاد تلاتين ستة دمعات خاص بإرسال ملفات الترخيص ولكن ملوش علاقة بمعاد إرسال أسماء الأندية أو حتى قيد اللاعبين وده معناه إيه؟ إن الكاف لغاية دلوقتي محددش مثلا يعني على سبيل المثال الاتحاد المصري يبعث أسماء الأندية لمشاركة إمتى؟ يعني هلنهاردة بنتكلم في ستة ستة الدور مستمر الغاية سبعة بعندكش مشكلة وضح كده وده بقى مش رسمي يعني ده مش في الخطوات الرسمية الرسمي بقولكه رسم المعلومات والمصادر بقولكه المعلومات والمصادر المصادر بتقول إن آخر معاد غالبا هيكون في النصف الثاني من شهر سبعة يعني من فترة من 15 سبعة لتلاتين سبعة ده المعاد اللي انت ممكن ترسل فيه أسماء الأندية وبالتالي لو انت تحددت ترتيب الدوية بشكل نهائي والدوري خلص ابعت الأسماء بشكل تبقى للترتيب لو انت مصنف من أعلى 12 دولة في التصنيف الإفريقي عندك أربع أندية اتنين دورة أبطال اتنين كونفدرالية بعد التصنيف الـ 12 نادي هنا ونادي هنا بس طيب ما خلصتش الدورة هتعمل إيه بص بقى الاتحاد الإفريقي آيل إيه في حال كان ممثل النادي النهائيون للموسم الإفريقي المقبل عشرين تلاتة وعشرين عشرين اربعة وعشرين غير معروفين بحلول تلاتين ستة بسبب عدم اكمال الدوري أو حتى الكاس لا يزال يتعين على الاتحاد أن يقدم للكاف قرارات الترخيص يعني كده كده الدوري مخلص ومش عارف أسماء الأندية ابعت ملفات الترخيص هتجي تقولي طبعا اتحاد أنا مش عارف أسماء الأندية هتشارك هابعت ترخيص مين بصوا قال لكم إيه بقى يجب على الاتحاد دعوة جميع الأندية التي لديها فرصة التأهل إلى مسابقات إفريقيا يعني أي نادي عنده فرصة التأهل لمسابقات إفريقيا والدوري لسه ما انتهاش يبعت بناء على الجدارة الرياضية الجدارة الرياضية ليه بناء على إيه؟ الدوري الأول مثلا يعني الدوري لسه مكمل لغات آخر السبعة والكاف جيه مثلا بكرة وبعد بكرة قال لك يبعت الأسماء خمساشر سبعة وانت لسه ما خلصتش لو جيه خمساشر سبعة وانت مش عارف الترتيب النهائي ابعت له بناء على الجدارة الرياضية اللي هو اللي ربط قالت الدوري الأول اللي هو أهلي بيرامدز دوري أبطال فيوتشر والزمالك كأس كونفيدرالية ده الترتيب بتاع الجدارة الرياضية فدي كان الجزئية مهمة جدا بموعيد المسابقات عشان ترسل أسباق الأندية قال لك تاني عند الانتهاء من المسابقات المحلية اللي هي الدوري والكاس وتحديد للممثلين اللي هيشاركوا في دور الأبطال والكاس الكونفيدرالية يجب على الاتحاد هنا لما يبعد أسماء الأندية أو ملفات الأندية اللي ليه علاقة بالترخيص تكون هي الأندية المتصدرة من المركز الأول للرابع ما تجيب ليش بقى نادي في المركز الخامس والسادس طلب الأسماء عندك واضحة ومعروفة ابعتلي ملفات الأندية للمركز الأول للمركز الرابع طيب الدور اللي لسه عندك ما توضحش ابعتلي بنا على الجدارة الرياضية اللي هي ملفات الرخص لكن الأسماء النهائية اللي هيتم إرسالها لسه الكاف محددش إمتى تبعت الأسماء وبالتالي لسه محددش كمان موعيد قيد اللاعبين إمتى كل ده يحصل ماتش النهائي يوم الحد اللي جاي يخلص ماتش النهائي واخلال أسبوع هيتم إرسال كل التفاصيل المتعلقة بأسماء الأندية وموعيد قيد اللاعبين حاجة تانية كمان الاتحاد الأفريقي يأكد عليها أي مدير فني هيكون موجود مع أي نادي في دورة أبطال إفريقيا أو في كاس الكونفدرالية لازم يكون حاصل على الرخصة البرو رخصة المحترفين الرخصة التدريبية أو على الأقل الرخصة إيه لو أي مدير فني مش معاه الرخصة البرو ولا لإيه مش هيقض على ذكة المدلاء طيب المساعد المدرب المساعد لازم يكون معاه الرخصة بي على الأقل الرخصة بي طيب دي حاجة تانية الحاجة التالتة بقى ودي المفاجأة ودي أنا بعلانها النهاردة من خلالكم وأول مرة تسمعها من خلال شاشة قناة الأهل ما فيش أي برنامج في مصر يتكلم فيها الاتحاد الأفريقي قال أي نادي هيشارك في دورة أبطال إفريقيا أو كاس الكونفدرالية السنة الجاية وما عندوش فريق كرة نسائية لن يسمح له بالمشاركة شرط أساسي لقبول أوراق الأندية اللي هتلعب في دورة الأبطال وكاس الكونفدرالية أن يكون عنده فريق كرة نسائية بيشارك في أي مسابقة من مسابقات الاتحاد المحلية في موسم 20-23 20-24 يعني قبل 30-6 لازم يكون عندك فريق كرة نسائية يلعب بقى فريق النشئين يلعب فريق الشباب يلعب في الدور الدرجة الأولى أو الدرجة الرابعة ما عندهمش مشكلة بس يكون عندك فريق كرة نسائية بيطابق أو مطابق للمواصفات اللي عايزها الكاف أي أن كان اسم النادي لو ما عندهش فريق كرة نسائية لن يسمح له بالمشاركة في دورة أبطال أفريقيا حتى لو تصنيفها أفريقيا 1-23-24 ده قرار نهائي تم اتخاذه رسميا وتم إرساله للأندية خلال 48 ساعة الماضية دي كانت نقاط مهمة جدا عايز أشرحها لحضراتكم في ظل عارف في كلام كتير على السوشيال ميديا في إرسال أسماء الأندية طب طلب التأجيل أصلي فينا دي ممكن يقرب يبقى تاني أصلي فيه 30-6 أصلي ممكن نستنى لسبعة أنا بقول لكم الكلام ده رسمي قبل حتى اتحادوا الكرة ما يعلنوا سواء النهاردة أو حتى بكرة طيب نبدأ بقى نتكلم على الترندات والنهاردة في الترندات عندنا كلام مهم جدا في السوشيال ميديا ركزت عليه وتكلمت عليه وردود الفعل اللي كمان كانت كبيرة من عدد كبير جدا من جماهير الأهل آخر أخبار الترند نتابع اشتركوا في القناة سلام يوت الوآل اشتركوا في القناة اهلا بحضراتكم من جديد واخر اخبار الترند والنهاردة عندي جولة كبيرة جدا في الترند الاهلي والمحلي والعالمي نبدأ بترند الاهلي وحساب الاتحاد الافريقي المخصص لدور الابطال وكأس الكنفيدرالية تمريرة من حسين الشحات تزديدة من محمود قهرباء هكذا تم تسجيل ثاني اهداف الاهلي ضد الوداد في زهاب نهائي دوري ابطال افريقيا الثلاسي تاو الشحات قهرباء افضل ثلاسي هجومي في دوري ابطال افريقيا هذا العام من حيث احراز الاهداف ومن حيث صناعة الفرص ولو تبصوا على مباراة الوداد التلاتة الله اكبر بسم الله ما شاء الله يعني لعبت الوداد ما كانش عارفة تقابل منين وتمسك منين وكان لعب على اطرافه لعب من العمق والاهل عمل مباراة فنية على اعلى مستوى وهيقدر يعمل لك مباراة فنية ايضا كمان على اعلى مستوى طيب حساب ملعب القاهرة 24 وتكلموا على استشاري الطب النفسي بالفريق يعقد جلسات فردية وجماعية مع لعب الاهل قبل الصفر الى المغرب بلح كنا تكلمنا في القصة دي وقلنا دكتور احمد ابو الوفا استشاري الطب النفسي ازاي كان بيستقبل اللعيبة على مدخل غرف خلع الملابس بعد نهاية المباراة وازاي كان بيتكلم مع بير سيتاو بيحفزه ونشر ده حتى على الانستجرام عنده والحسابه الشخصي والفيديو ومصره كلها شافته الدور النفسي ده مهم جدا على فكرة والدور النفسي ده انا لمسته قبل المباراة بـ 48 ساعة لما خرج محمد مجد أفشا في تصرحات مهمة جدا الناس في المغرب ركزوا عليها واتكلموا عليها فكرة ان انا بلعب مباراة مش للسقل القاروي بلعب مباراة للحاضر والمستقبل عايز افوز بطورة افريقيا ده جزء من الاعداد النفسي والاشقاء في المغرب لفت انتباههم الجزئية دي وقالوا ازاي الاهلي مركزت على فكرة فاينال 2017 فاينال 22 ده الحاجات دي بتبقوا فيها ضغوط لكن هم عارفين الاهلي نفسيا نتحضر بشكل كويس للمباراة وده جزء من الاعداد النفسي لدكتور احمد ابو الوفا والجهاز الفني كمان على الاستعداد للمباراة فان شاء الله بإذن الله كل اعداد جيد جدا على مباراة العودة طيب حساب اليوم السابع تفاصيل جلسة الشناوي مع لعاب الاهلي قبل اياب نهائي افريقيا الشناوي قائد الاهلي وحارس الفريق اتكلم عن لعاب على هامش مراني الامس التحفيز والدعم قبل المباراة والشناوي اتكلم مع لعاب قال لهم عندنا فرصة يا جماعة في التتويج بالبطولة احنا كسبانين في لقاء الزهاب كسبنا اتنين واحد ونقدر نكسب لقاء العودة ولعبنا في الاجواع دي السنة دي مع الرجاء ولعبنا كمان في الاجواع دي السنة اللي فاتت وما تاخدوش لقاء الوداد العام الماضي مقياس لليزي جانت مباراة واحدة لكن لما لعبت زهابا ايابا بتعمل نتيجة ايجابية الاهلي لما لعب الوداد في دورة ابطال افريقيا زهابا ايابا حتى في ادوار المجموعات كان الاهلي بيكسبوا سواء في المغرب او في القاهرة فلقاءات الزهاب والعودة ما بين الاهلي والفرقة المغربية بتبقى الغلبة لفري الاهلي ودي نقطة لازم لعبها تعرفها انك رايح انت اللي كعبك عالي انت اللي عندك حزوزه اكتر فرصك اكبر وانت افضل فرقة في افريقيا بتلعب كورة وعشان كده باذن الله تركزنا يكون على الملعب عشان نكسب ونرجع بالبطولة كورة بلاس طلب ورفض كواليسة جلسة كولر مع لعب الاهلي بعد الفوز على الودات طيب السويسري كولر بدأ في عملية اعداد وتجهيز اللاعبين مصدر لكورة بلاس قال ان كواليس جلسة كورة مع اللاعبين كانت فيها ايه قال ان الجلسة كانت مطولة مقارنة بجلساته الاخرى والجلسة بين المدرب واللاعبين شهرت الحديث عن نقاط القوة والضعف في الفريق ومراجعت حساباته مع اللاعبين بعد اداء لقاء الزهاب كولر كمان استعرض ابرز السلبيات في اداء الفريق امام الوداد والتي تمثلت في اهضار الفرص وكيف فقد الفريق التحكم في اقاع اللاعب كولر تناول في جلسته مع اللاعبة ابرز الاخطاء الدفاعية وشرح كيفية التعامل مع لقاء العودة وطلب اللاعبين برد قوي في الملعب خلال لقاء العودة رافضا حالة الاحباط اللي تملكت البعض اثناء المباراة في السواني والدعاء الاخيرة لما الوداد احرز هدف في الزيئة 85 وبالتالي كولر طلب فكرة الاستعداد الجيد التركيز اصلاح الاخطاء ورفض فكرة الاحباط اللي تملك البعض اثناء المباراة وقبل صافرة النهاية وده شافوا حتى على بعض اللاعبين اثناء الخروج من استاد القاهرة طيب نروح كمال الوطن سبورت وقالوا طبقا لمصادرهم يعني ان في خمس لعيبة خرجوا من حسابات كولر قبل نهاية افريقيا امام الوداد طيب نشوف القصة تتعلق بمين قالوا ياسر ابراهيم نجح في الاطاحة بمحمود متول فمن وجه انتظرهم ومصادرهم ان محمود متول خارج لقاء العودة ده واحد قالوا تألق مروان عاطية دفع الكورلة الاعتماد عليه في التشكيل الاساسية وقرر كمان الدفع بحمد فتحي في مركز عامل السلية يبقى رقم اتنين بالكلمة ان السلية خارج حسابات لقاء العودة ده طبقا للي منشور في موقع الوطن قالوا ان الاصابات اللي طالت طاهر محمد طاهر ابعدته عن التشكيل عشان كده استغل الفرصة بير ستاو وبالتالي بير ستاو خد مكان طاهر ماشي كمان قالوا ان احمد عبدالقادر رغم امكانياته ولمساته مقدرش يحافظ على يعني مكانه في التشكيل الاساسي وقدر حسين الشحات يعوض النقص ده وبالتالي حسين خد مكان احمد عبدالقادر قالوا كمان الخامس هيكون محمد شريف قدر قهرباء ياخد مكان محمد شريف ويثبت نفسه طيب ده كلام تبقى لبعض المصادر للوطن سبورت ولكن لقاء العودة صدقوني فيه تفاصيل تانية اكتر من كل الكلام ده وممكن يكون فيه مفاجآت ولكن مش هنتكلم في كل ده هي دي رؤية من بعيد على فكرة لا فهاش تفاصيل قريبة جريدة الشروق ونقلا عن الشروق قالت الاهل يتراجع عن شكوى الكاف لتفادي اخطاء الماضي بصوا يا جماعة هي مفيش يعني تراجع هو عصر الاهلي من وقت انتهاء المباراة قرر على طول النادي الاهلي التركيز في لقاء العودة ولم يفكر من الاساس في الشكوى او التحرك لأي امر اخر الاهلي مركز في الملعب بس يا جماعة الاهلي اسم كبير وفريق كبير مطش اللي فات حتى لو فيه بعض الاخطاء لبعض الناس اللي شايف ان فيه اخطاء انا شايف انحنا نركز في مطش العودة ومطش العودة هيبقى مطش صعب ومهم جدا نركز داخل الملعب التركيز خارج الملعب بيدر الفريق وبياخد من تركيز اللعبة اكتر وده شفناه حتى في بعض الفترات السابقة لذلك المراضي الاهلي لا فكر ولا نوى ولا تحرق في هذا الاتجاء رغم ان بعض المواقع والسوشيال ميديا كتبت كتير في الكلام ده لكن اديكم شفته حتى بعد نهاية المباراة بيومين مفيش اي حاجة من التفاصيل دي خالص المصر الرياضي حقيقة طلب الاهلي استبعاد سيمبا من مباراة العودة امام الوداد المغربي ايضا هذا الكلام لم يحدث ويمكن المصر الرياضي تتكلم على ان مسؤول الاهلي اغلقوا صفحة لقاء الزهاب ولن يتقدموا بطلب لاستبعاد الحكم الاسيوب بملكة سيمبا وده اللي انا بقوله ان الاهلي اصلا لا فكر ولا قدم ولا حتى يعني نوى انه يتحرق في هذا الاتجاه على فكرة بملكة سيمبا اختياره لدارة هذه المباراة ده قرار من الاتحاد الافريقي لان بملكة سيمبا من وجهة نظرهم كان مرشح ان يكون موجود في كاس العالم واختيار الفيفا لبعض الحكام كان فيه بعض المجاملات والحكام اللي تم اختيارهم اللي ارى تاخدوا بالكم دلوقتي مش عالساحة وقعدوا في البيت خلاص بملكة سيمبا بيتم تكريمه على اداءه ومجهوده في الفترة اللي فاتت لادارة هذا النهائي ولكن فيه نقاط مهمة جدا لازم نتكلم عليه بملكة سيمبا من الحكام اللي من الحكام واربعين سنة سنة واربعين سنة الراجل لسه امام افريقيا والرجل عدو حاجة الاهم ضمن حكام النخبة اللي الاتحاد اللي فيك اختارهم عشان البطولات الكبرى في الفترة اللي جاية فدي نقطة كنت لازم اتكلم عليها طيب دي الامور المتعلقة بيترند الاهل طيب البطولات في الترند العالمي بعد الاهتمام السعودي مدرب ترابزون سبورت يعلق على مستقبل تريزيجيه وان الاهل السعودي عايزه ولكن ترابزون سبورت بالتأكيد بيأكد على استمراراته كورا بلس جلت اسرائيو يعرض مصطفى محمد للبي على ترابزون سبورت برضو تتقل تركيا وليس كلام مؤكد حساب ريال مدريد والكلام المهم على كريم بنزيمة كريم بنزيمة النهاردة يمكن تم الاعلام بشكل رسمي انه خلاص ودع ريال مدريد بصوا تاريخ كريم بنزيمة والبطولات اللي احرزها مع الريال كان نموذج يحتزي به نهاردة فرونتينو بيريز رئيس النادي اتكلم عليه وقال له شكرا لك على قصة الحب وهذه والتاريخ اللي صنعته قصة بدأت منذ 14 سنة فصت معانا بـ 25 لقب فنهاية عظيمة للاعب كبير كان ليدور كبير جدا مع ريال مدريد ولكن كان حظه سيء ما كانش موجود مع فرنسا في كاس العالم لكن كريم بنزيمة من اللعبة الجميلة المميزة في تاريخ ريال مدريد الاسباني السؤال اللي طرحنا في بداية الحلقة وأكيد هنكمل عليه خلال الأيام اللي جاي والبداية من القبطان الفنان الكبير نبيل الحلفاوي دايماً بيشارك معانا ويبقى حريص وإحنا بنستمتع وابنقرأ كل تعليقات قال من دلوقتي وحتى نهاية المباراة تعيشوا الإحساس بأن ماتش القاهرة انتهى بالتعادل ونلعب على هذا الأساس تعادلنا في القاهرة تعادلنا في القاهرة آه يعني عايزة يقول إحنا تعادلنا في القاهرة جماعة تعادلنا في القاهرة فتلعبوا لقاه العودة على أننا تعادلنا في القاهرة مكسب ناشة تنواح رسالة مهمة جدا من الفنان الكبير نبيل الحلفاوي في تعليقه على السؤال اللي طرحناه والرسالة اللي بنطلب من الجميع انه يشارك فيها النهاردة وبقرأ أيضاً في برنامج الترين أستاذة مجلاء بتقول للعيبة زي ما الأستاذ نبيل الحلفاوي وجه رسالته للعيبة بتقول انت الأفضل عندك أفضلية بالفوز هنا تخليك تلعب بهدوء وتركيز وعدم تصرع بالروح والعزيمة والإصرار يتحقق الانتصار إن شاء الله موفقين ومنتصرين منتظرينكم ترجعوا بالكاس إن شاء الله يعني وقتنا بيجري معكم بسرعة وحاولنا قدر إن كان ناخد أكبر قدر من التعليقات ولكن البداية الجميلة من الفنان الكبير نبيل الحلفاوي اللي دايماً بيشارك معنا في كل تعليقاته على برنامج الترينت مهم جداً وإحنا بنستعرض كيفية الاستعدادة اللقاء العودة لازم نركز على الجانب المعنوي وإن الأهل فريق كبير وإن الجماهير جزء من التحضير للمباراة أنا في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن اللي أنا ألتقي غداً في حلقة جديدة من برنامج الترينت شكراً وإلى اللقاء